موسيقى مشاهدينا أهلا بكم حلقة جديدة من حلقات برنامج صحتك حالة النهاردة هنتكلم فيها عن النزيف الأنفي أو ما يسمى الرعاف الحقيقة ممكن يكون كتير بيعاني من مشاكل في الأنف زي جيوب الأنفية زي مشاكل أخرى ارتفاع الضغط هل ده بيسبب نزيف الأنفي؟ إزاي نقدر نتعامل معاه؟ هنعرف النهاردة أسبابه وطرق علاجه وطرق التشخيص والحقيقة بيشرفنا النهاردة بالإجابة على كل أسئلتنا دكتور أيصر بسالي استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والبرد الأوروبي لعلاج الشخير والترابات النوم بإيطاليا الحديث عن هذا الموضوع هيكون لقاءنا النهاردة بس خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا دكتور أيصر بسالي استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة البورد الأوروبي لعلاج الشخير والترابات النوم بإيطاليا استشاري علاج وجراحات الأنف والجيوب الأنفية وقاع الجمجمة بالمنظار الجراحي والمناظير التشخيصية والجراحية لأورام الحنجرة والأحبال الصوتية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية عضو مؤسس بالجمعية العربية لجراحي الأنف والجيوب الأنفية ومناظير الجيوب الأنفية عضو مؤسس للجمعية المصرية للحنجرة والشخير والترابات النوم له العديد من الأبحاث التي تم نشرها بكبرى الدوريات الطبية لجراحي الأنف والأذن على مستوى العالم وشارك في العديد من المؤتمرات وورش العمل المحلية والعالمية داخل مصر وخارجها ومن أبرزها مؤتمر الأكاديمية الأمريكية لجراحي الأنف والأذن عنوان العيادة خمسين شارع سيدي جابر محط ترامك ليوباترا الحمامات الإسكندرية تليفونات العيادة زيرو اتناشر سبعمية وستين مية وتلاتة تمانية وتسعين أو زيرو تلاتة اربعة وخمسين اتنين وعشرين تلتمية تلاتة وتسعين موسيقى تقدم عيادة دكتور أيصر بسالي جميع الخدمات الطبية والفحص الطبي لأمراض الأنف والأذن والحنجرة بكل دقة وأيضا باستخدام البنج الموضعي ويوجد داخل العيادة مناظر الحنجرة والأحبال الصوتية لتشخيص حالات بحة الصوت وأمراض الحنجرة ويتم تشخيص الأذن بالمنظار التشخيصي المناسب وبالعيادة أيضا أحدث أجهزة رسم السمع وضغط الأذن لتشخيص جميع حالات ضعف السمع والارتشاح المائي خلف طبلة الأذن وكذلك القياسات الدقيقة لعمل السمعات الطبية لمرضى ضعف السمع نحن هنا عيادة دكتور أيصر والعيادة بيكون فيها فايلات لمتابعة المريض حتى لو بعد فترة طويلة وتتميز العيادة بوجود رسم السمع وضغط الأذن ودكتور أيصر هنا بيكشف بالمنظار برحب بحضراتكم مشاهدينا حلقتنا النهاردة حلقة مهمة جدا وهنتكلم فيها عن النزيف الأنفي أو الرعاف والحقيقة في كتير مننا ممكن يكون بيحصل له زي نزيف من الأنف إمتى أعرف أنه ده نزيف وإيه هي أسبابه وإزاي نقدر نعالجه وإزاي كمان نقدر نتعامل معاه عند حدوثه وده اللي هنعرفه النهاردة مع الدكتور اللي بيشرفنا دكتور أيصر بسالي استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والبرد الأوروبي لعلاج الشخير وإضطرابات منهم بإيطاليا برحب بحركة يا دكتور أهلا سهلا أهلا بحضرتك وكل سي تي بي طبعا أهلا بك الحقيقة دكتور موضوع نزيف الأنف ده يعني هو مؤلئ شوية يعني كتير لما أنا لقي نفسي مثلا بنزل نزيف أو حد من ولادي أو حد قريب مني ده بيدي يعني اضطراب قوي وممكن يكون فيه ناس كتير قوي ما بتعرفش تتصرف قبل ما ندخل في كل التفاصيل دي يا دكتور خلينا في البداية بس نعرف إيه هو النزيف الأنفي أو ما يسمى الرعاف هو طبعا ما فيش حد ما مرش بالتجربة دي سواء هو أو حد من أولاده أو حد أو سن كبير النزول الدم يعني الأنفي ده فتحة مهمة جدا للتنفس ودخول الهواء لكن في نفس الوقت بيحصل فيها إصابة أي إصابة أي مرض زي أي جزء من الجسم فالنزيف الأنفي ده يعني برضو كلمة نزيف يعني يمكن كلمة خض نزول الدم يعني احنا ممكن نحاول الرعاف ده من نزيف الأنفي إلى نزول الدم من الأنف ومش كل نزول الدم من الأنف معناه نزيف كلمة نزيف دي كلمة كبيرة قوي يعني فهمني حتى في الطب العيان حصلوا نزيف دي كلمة حتى الدكتور بتخض الدكتور مش بتخض المريض دي بتخض الدكتور بس صف فكلمة نزيف كلمة كبيرة لكن هنحصرها في نزول الدم من فتحة الأنف سواء فتحة أو الفتحتين وبعدها هنقيم الكمية بقى ونقول وصلنا لمرحلة النزيف لا قدر الله ولا لا لكن ما فيش حد زي ما قلت لحدك أسرة ما عدتش بالتجربة دي فنزول الدم من الأنف هو شيء موجود في كل وساعات بتكون أسبابه طبعا بسيطة جدا وساعات بتكون أسبابه جمدة لكن الرعاف في اللغة العربية ما يعرف هو نزول نقط دم من فتحة أو فتحتين الأنف ده التعريف أسبابه والكلام ده كله هو ده الخلاف أو كمية الدم هو ده الخلاف عليك يعني يا دكتور نقدر نقول عليه نزول دم أو نزيف إمتى يعني فيه ناس يعني يحصل شعيرات كده دموية تنزل يقولك ده أنا منخيري بتجيب نزيف دم وفيه ناس فعلا زي ما حالك بتتكلم يعني بينزلوا نقط من الأنف ويقولوا أنا عندي نزيف إمتى يطلق عليه نزول دم وابتدي أعرف أن أنا كده عندي رعاف هو ما طبعا أقول لحضرتك حاجة هو ما فيش واحد ما جالوش دور برد ما فيش واحد ما جالوش دور احتقام في الجيوب الأنفية ونف مثلا ولقى المخاطن مثلا مدمم أو يعني لونه محمر ده مش هنقول عليه رعاف ولا هنقول عليه نزيف ولا هنقول الكلام ده كله ساعات في ناس سوري يعني بتحب تنظف من أخيرها بأنها بتدخل المنديل جوه الأنف وبالتالي بتعور نفسها ده مش هقول عليه رعاف آه هو حينزل شوية دم لكن أو على الأقل المنديل حيبقى مدمم أو لونه أحمر لكن ده ما قدرش أحطه في تصنيفة أن البناء دم ده عنده رعاف دائم أو عنده مشكلة دائمة أو أقوله روح اكشف مثلا أو ابتدي دور على دكتور أو أنت عندك حاجة خطيرة ما هو مش نقطة حمرة هقول الكلام ده لا قدر أقول عليه رعاف وخاصة بدون التدخل بمعنى إيه يعني اللي أنا قلت لحضرتك ده أن العين بينف جامد مثلا أو بيبزل مجهود في سبب اتخبط مثلا ما هو ده بينزل دم رعاف بس هو فيه سبب واضح لكن الرعاف اللي بنبتدي بندور عليه تماما أنت تخبطت لازم حتجيب دم ما هو ده شيء طبيعي يعني تخبطت في أي حد حتجيب أي دم لكن الرعاف بقى يبتدي عادة عادة بدون تدخل يعني من غير نف من غير دور برد أنا ما عنديش دور برد لكن بدأ العين ينقط بدأ يجمع الدم مثلا في المنديل بدأ الكلام ده لوحده يبقى قاعد يعني يا دكتور يلاقي نفسه مناخيره بتجيب دم بالضبط كده هو ده اللي ندخله فيه تعريف الرعاف أو تعريف النزول الدم يعني لكن إن أنا نف وعندي برد بقى لي أسبوع عندي برد عمالة نفة 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 تلاقي المعين مناخيره حمره خالص ومن منطقة من جوم والتهبة جدا جدا وعمال ينفه طبعا لازم نجيب دمه ده شيء ضبط يعني بالضبط طيب خلينا دكتور نعرف يعني هل هو يعتبر مرض ولا عرض لشيء معين ممكن يكون موجود لا هو ما نقدرش نقول عليه مرض هو دايما دايما يعني هو طبعا ممكن يكون هو سبب وجاي من أسباب أخرى لكن هو عادة بيبقى مؤشر لأمور أخرى يعني الأنف ده زي ما تقولي الوجهة الفاترينا يعني فاهماني حضرتك الفاترينا فالنزول الدم ده عادة بيبقى له سبب من أسباب بسيطة جدا جدا لأسباب خطيرة جدا جدا لكن هو نفسه مش مرض أنا ما عنديش مرض الرعاف إن أنا عايش به مثلا ما عنديش مرض مثلا الضغط فأنا عايش به لا ما فيش حد عنده مرض الرعاف لأنه ما ينفعش يبقى مرض مزمن لأن ده نزول الدم آه ممكن ينزل مرة واثنين وثلاثة وعشر وعشرين أوكي بس ما وصلش مرحلة إن أنا مثلا أخش في مرحلة أنيميا ومشاكل الأنيميا ويبتدي أثر على القلب وكل ده وأنا شايف إن الدم بينزل أصل ده حاجة أنا تعودت عليه صحيح عندي الضغط لا ما ينفعش فهو عادة بيبقى انعكاس لمشكلة أخرى موجودة في الجسم بس طبعا نظرا لأن الأنف هي الفاترينا فالإنعكاس ده بيزهر في المرحلة دي يعني هو عرض زي الصداع كده ما فيش حد عنده مرض الصداع لكنه ممكن يكون عارض للأسباب أخرى ده زي به دكتور دي بالضبط هو نفس كده ما فيش Congress عنده مرض الصداع لكن عنده الصداع نظرا أن عنده الطغط عنده صداع نظرا أنه نظره مشكلة عنده صداع عشان عنده الجيوب الأنف에 عنده صداع عشان السنانه يعني فيه عنده صداع عشان بعد الشهر عنده مرض في المخ ما أنا بقول لك الصداع عامل زي رعا في حالك اخترتي مثال كويس إن الصداع ده نفس الفكرة ممكن زي ما فيش واحد ما عندنا في حياتنا ما عدش بمرحلات نجيله صداع مرة واثنين وثلاثة ممكن إرهاق ممكن تعم ممكن قلة نوم كل دي أسباب تؤدي التوتر نفسي تؤدي إلى كذا وممكن لا قد يكون بعد الشهر فيه ورم في المخ وده برضو بيؤدي إلى الصداع لكن الصداع نفسه ما هواش المرض يعني واحد مش عايش بالصداع وأكيد الصداع ده عشان نحل برضو مشكلة الصداع نفسي مشكلة الرعاف عشان أحل مشكلة الصداع لازم نحل المشكلة لو عندك ضغطة نزيلة عندك مشكلة في العين أصبطها عندك مشكلة في الجيوب الأنفية عندك مشكلة في المخ أعالجها أعمل عملية بس أعالج المشكلة المؤدية لظهور الصداع نفس الفكرة فأنا نفس الفكرة في موضوع الرعاف أو موضوع نزول الدم أنا ما بعالجش نزول الدم أنا بعالج المشكلة اللي قدت إلى نزول الدم بالزبط طيب إيه الأسباب يا دكتور يعني حدريك بتقول ممكن يكون خبطة ممكن يكون برد ممكن يكون فيه أسباب عديدة عايزين نعرف إيه الأسباب يا دكتور اللي ممكن تأدي للرعاف لو حبينا نقسم الأسباب في الرعاف لازم نقسمها للقسمين الرئاسيين الأطفال والكبار اللي بنشوفه كتير قوي قوي في الأطفال الأطفال اللي هم بالبلد كده تأسيمها لوحدهم والكبار اللي هم تأسيمها لوحدهم الأطفال ما فيش طفل ما نزلش مرة أو مرتين في حياته دم بالضبط الأطفال عادة بيبقى عندهم منطقة ملغمة ومتشعبة بالشعارات الدموية في مقدمة الأنف اسمها little area المنطقة دي بتغذيها حوالي 3 أو 4 شرايين رئيسية لينفروع عاملة شبكة متدخلة من الشعارات الدموية فالمنطقة دي بتبقى منطقة سطحية في وجود الأطفال الأخشية المخطية ضعيفة شوية أدوار البرد عندهم كتير جدا جدا أدوار الحساسية عندهم كتير جدا جدا هم بيلعبوا في مناخرهم كتير جدا جدا سهل أنهما كمان يتخبط فيهم جدا سواء قصد أو غير قصد مع اللعب ومع الكرة والكلام ده المنطقة دي عرضة جدا أن الشعارات دي تفرقع أو واحد منها تفرقع مشكلتها إيه إن ما هيش شعيرات واحدة يعني هي شبكة متدخلة فطبعا هنا وبعدين هنا وبعدين هنا وبعدين هنا طبعا مع الجاري كمان والحرك المنطقة بتبقى محتقنة جدا فبيبقى نزول الدم في الأطفال كتير جدا جدا ده السبب الرئيسي في الأطفال طبعا في أسباب أخرى كثيرة لكن ده السبب الرئيسي ده بالنسبة للحقيق بتقولي الأسباب الكبار دول بقى مشكلة تانية خالص يعني الكبار نمرة واحد واثنين وتلاتة نقدروا على الضغط العالي الضغط العالي ده نقطة مهمة جدا 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 وخاصة في الناس المهملين في الضغط العالي يعني الضغط ده عبارة عن يعني برضو عشان نشرح للناس إيه الضغط العالي يعني إيه عندك ضغط ما معنى وجود ضغط إحنا عندنا الدم ده بيمشي في شرايين اللي هي نقدر نقول عليها بالبلد دي كده المواسير بتاعة الدخ من القلب للشعارات الأوردة الكبيرة ومن الأوردة الكبيرة للأوردة الزغيرة وهكذا الحاد ما بيوصل مثلا حتى لأطراف الصعبة المفروض إن كمية الدم دي وجوه المصورة اللي احنا بنقول عليها المصورة دي ماشي بمعدل معين لما يكون الدم مندفع جدا جدا والشرايين دي منقبضة يعني قطر المصورة بيقل فبدا لي الدم اللي جوه ده بيبقى في مكان دايق فيبتدي الضغط يبقى عالي جدا 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 الضغط ده من كتر ما هو عالي لازم يجد له مكان ينفجر منه لأنه عمال الدم في حتة دايق وعمال إيدي 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 لازم له ينفجر طبعا هو من نعمة ربنا إنه يظهر قدامنا لأنه لو ما ظهرش في الأنف حينفجر في مكان قد يكون مخفي مثلا زي المخ زي المعدة ويا ما بيحصل كتير بالنسة يقولون أنت ربنا بيحبك أنت ضغطك عالي ونزل عن طريق الأنف بالزبط لأنه لو الانفجار ده ما حصلوش يعني الانفجار ده حصل في حتة مخفية زي مثلا المخ طب ما يجي لك يضغطه عالي وحصله نزيف في المخ طب ما دهش طبيعي الزبط زي إيه يعني تشبيه بسيط كده عشان الناس تفهمه إحنا في البيت كده حضرتك بيبقى عندك لوحة المفاتيح اللي هي المنصهر بتاع زمان ده لما بيحصل لقد قد أفلى في الكهرباء في البيت كله اللقمة دي بيكون فرقة إنت لو لغيت اللقمة دي ووصلت السلك بسلك هيحصل انفجار جوه الحيطة نفس الفكرة فأنت تخلي المكان ده ضعيف عشان يفضل دايما أو يعني مؤشر لأي مشكلة يبتدي يظهر الدم على طول في المنطقة دي من أهم أسباب النزيف الأنف عند الكبار يا دكتور الضغط في أسباب تانية ممكن تسبب النزيف طبعا ده السبب الرئيسي إحنا أول حاجة بييجي مثلا عيان بنزيف وطبعا في الأطفال بيبقى عبارة عن نقط وبتقف بسهولة وممكن الأم بتتعامل مع الطفل أو مع ابنها ببساطة جدا والأطفال يا دكتور لحد سن كام يعني نقدر نقول ولحد مثلا 12 أو 14 سنة ممكن الموضوع الدم ده وطبعا ساعات يبقى في الكبار بردو شعارات دموية ضعيفة من غير سبب بس الأغلبية عادة مع السن الكبير ما بعد سن البلوغة أو بعد 16 سنة عادة المنطقة دي بتبقى إلى حد ما العين كبر الأخشية المخاطئة أخذت وضعها هو نفسه الخبطات بتقل بيقدر يتعامل معها غير في الأطفال الزغارين اللي بنشوفه كتير 4 و 5 و 6 سنين ده كتير جدا بالضبط يا دكتور بنلاقي يعني أطفال كل مش مرتين و 3 سنة هاي بتقول على مدارع عمرهم لا ده ممكن كل يوم أو يوم ويوم يحصلهم نزيف بالأنف والحقيقة يعني كتير قوي من الأمهات بيكون مغضود من فكرة إن ابني بينزف يعني وبتبقى فكرة إن أنا أمسك الدم وخليه إن هو ما ينزلش وابتدي أعالجه يعني دي برضو عليها شوية كلام يا دكتور يعني فهلا ما هو قبل بس ما نقولي إزاي نتعامل لكن هو في الأطفال ساعات الأم تقول لك أنا صحيت الصبح لقيت الولد على السرير المغرق المخدة وبتترعب طبعا ما بتبقاش عارفة دم دمين طبعا أو كان بيالعب مع صحابه وجاي وهكذا ده طبعا فالأطفال أسبابهم سهلة لكن هي المشكلة في الكبار حضرتك تسألي هل في أسباب آه طبعا في أسباب كبيرة جدا طبعا زي ما قلت لحضرتك إحنا لما بيجي العين بالنزيف في الكبار قبل ما بشوفه بقوله الأول إيس الضغط لو هو العين أصلا ضغطه عالي إذن لو أنا حلت المشكلة الرئيسية طبعا أنا بناخد خطوات إن أنا وقف النزيف لكن في نفس الوقت أنا مش هششيبه ينزل لحد الضغط مينزل بعد ست ساعات في كل العين ده فإحنا بناخد خطواتنا آه لكن لازم أقوله تابع بقى مع دكتور باطنة ولازم ياخد الحاجات اللي هي السريعة يعني مش هياخد علاج ضغط بس لا ده بياخد حاجات تحت اللسان وحاجات في الوريد تنزل الضغط بسرعة عشان أحل المشكلة على ما يعيش حياته هو مع دكتور البطنة في تصبيت الضغط فدي طبعا لكن في الكبار في أسباب كتيرة جدا جدا طبعا فيه غير كده طبعا مثلا غير لو العين ده تخبط عمل حدثة أي كسر وفي الأسباب الأهم بقى وهي التهابات المزمنة زي التهابات الجيوب الأنفية زي الأورام ودي طبعا بنشوفها كتير جدا والأورام الحميدة في الأنف كتير جدا جدا اسمها أورام حميدة همراجك يعني دموية أورام حميدة دموية دي بتبقى موجودة كتير جدا جدا في الكبار بالبلد دي كده نقدر نقول عليها زي الحسنة اللي بتبقى بره كده يعني واحد بيبقى عنده حسنة في وشه الحسنات دي اللي هي عبارة عن نوع من أنواع الأورام حميدة دي بتبقى موجودة على الحجز الأنفي وفي كذا ما كان في الأنف دي بتبقى عرضة جدا 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 إنها يعني متشعبة في الشعارات الدموية بتبقى سهلة جدا جدا حتى لو يعني من غير نف لو العين حرك منخير وشد منخير وكده ممكن شعاراته ولما بتنزف بتنزف لأن الشريان المغزي للأورام الحميدة دي بيبقى شريان قوي جامد فبالتالي النزيف بيبقى محترم بيبقى مرعب للعين وطبعا في الأورام الخبيثة ودي كتير جدا 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 كل ده بيباني دكتور عن طريق التشخيص يعني مش أنه فكرة واحد قاعد في البيت تبتدي يحصل مثلا نزيف من الأنف قادر أشخص لنفسي يعني فكرة زيارة للطبيب دي حاجة هي اللي بتبين الأسباب اللي ممكن تكون مسؤولة عن نزيف الأنف طبعا سواء في الأطفال سواء في الكبار على الأقل مع أول مواجهة للنزيف لازم الأم أو لو مثلا يعني الإبن يودي والده أو والدته للدكتور أول مرة طبعا عشان الدكتور يقول لك ده موضوع بسيط إزاي تتعامل معاه في البيت لو تكرر أو الدكتور يقول لك لا بالسرعة لازم تزبط الضغط أو الدكتور يقول لك لا ده محتاج تدخل جراحي ده محتاج كاوي ده محتاج عملية ده محتاج ربط للشرايين يعني الموضوع بيتصاعد معايا أنا كدكتور من أول أن أنا أقول لك حط نقاط لحد ما أقول لك أعمل عملية استقصال للورا فلما حضرتك بيتواجهي الأب أو الأم أو النزيف من الأب أو الأم أو أي حد كبير في العيلة يعني لازم ما تقوليش إيه آه ده جيه شوية دمه خلاص يعني إيه جيه شوية دمه خلاص وهو فيه ده طبيعي لا لازم تأخذي خطوة خطوة إيجابية بأنك بتروح للدكتور أول مرة هو الدكتور بقى اللي حيقول لحضرتك إذا كان لا ده شيء طبيعي لا ده شيء بسيط لا ده شيء خطير جدا لا ده موضوع محتاج يتحجز في العمليات النهاردة يعني أنا مش بخوف المريض لكن في نفس الوقت المواجهة أول مرة حيث لازم تبقى عارفة السبب عشان حتى لما تكرر تبقى عارفة السبب إزاي واللي قالوا للدكتور يا إما تتعامل معي إما تنقلي المستشفى يا إما يعوز نقل دم يعني الموضوع ببساطة محتاج كذا حل يعني أهم حاجة نعرف السبب بالزبط كده مشاكل كتير يا دكتور بتقابلنا في الأنف ولازم طبعا نعرف السبب بس استأذنك يا دكتور نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا النهاردة مشاهدينا خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل ونعرف إزاي نقدر نحمي نفسنا من نزيف الأنف وكمان إزاي نقدر نوقف النزيف وطرق العلاج الحقيقة موضوع مهم جدا وحلقة مهمة جدا انتظرونا بعد الفاصل ورجعنا لكم مشاهدينا مرة كمان وحلقتنا النهاردة بنتكلم فيها عن نزيف الأنف أو الرعايف والحقيقة موضوع مهم جدا وبنتكلم فيه بشيء من التفصيل لكن حاب أقول لكل مشاهدينا اللي دايما بيتابعونا لو حابين تبعتونا أي أسئلة بيكون معنا نغبة هائلة من الأطباء بيجاوبونا على كل الأسئلة اللي بتبعتوها لنا الحقيقة موضوع نزيف الأنف ده موضوع كبير عرفنا في الفقرة الأولى أي أسبابه وإزاي نقدر نتعرف عليه وهل بيفرق عند الأطفال والكبار خلونا في فقرتنا دلوقتي نعرف إزاي نقدر نعالجه إزاي كمان بيتم تشخيصه طرق علاج حديثة هل الكي مناسب لوقف نزيف الأنف الحقيقة هنتكلم ونجاوب على أسئلة كتير وبيشرفنا بالإجابة النهاردة على كل أسئلتنا دكتور أيصر بسالي استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والبرد الأوروبي لعلاج الشخير وإضطرابات النوم بإيطاليا برحب بحرك مرة كمان أهلا سهلا أهلا بحضرتك طيب اللي بيشوفونا دلوقتي يا دكتور بيقولك أنا حصل لنزيف أو أعمل إيه لو ابني جاله نزيف أو وقف النزيف إزاي طرق العلاج يعني كتير يقولك لا نرجع الراس لورا قالك لا الموضوع ده مش أحسن حاجة والمفروض الراس ما ترجعش الورا لا إحنا ننزل الراس لقدام بنضغط على منطقة معينة في الأنف عايزين حالك نهاردة تشرح لنا إزاي نقدر نوقف نزيف الأنف نزيف الأنف لو جي عضرتك أو أنت كأم أو أي حد فرد من أفراد الأسرة وجي نزيف في الأسرة أول حاجة طبعا قبل ما حتروح للدكتور قبل ما حتروح تدور على مستشفى لازم أنت تأخذ خطوة يعني الخطوة الأساسية طبعا نحن لازم نوقف الدم بصورة أو بأخرى يعني لازم طبعا لو هو في الأطفال نحن عادة بنقفل منطقة الأمامية هنا كده تمام وبعدين الطفل يبقى لقدام 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 عشان لو يقولك أنا رفعت رأسه الورا أنت رفعت الراسه الورا آه أنت ما شفتش الدم بس هو الدم موجود أنت نزل في زوره فبينزل عين الدم من وراء فأنا مش عاوز أنه هو ينزل الدم أصلا فأنا بقى أقفل أطفال بالذات بقى في المنطقة دي وبعمل كده آه طيب دي فشل الموضوع ده بعد خمس دقائق شلت ومازال فيه الدم يبقى فيه خطوتين تانية أنه أنا ممكن أجيب قطنة عادية خالص 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 قطنة أو منديل مفيش قطنة يعني بقى أجيب منديل أحطها في الناحي اللي بتجيب دم أو ممكن أستعمل في القطنة دي أو في المنديل النقطة العادية اللي بتتبع في السوق اللي هي بتعمل احتقان اللي الناس بتستخدمها في البرد بحطها في القطنة دي حطها في الناحية اللي بتجيب دم أو في الناحيتين وأقفل للناحية دي كده والقدام لمدة خمس دقائق طيب برضو ما وقفش الدم يبقى بجيب قطنة أكبر وبعمل نفس الحكاية وبحطها وأقفل وبجيب قطعة تلج من التلاجة وبحطها على المنطقة دي بحيث أن أنا أعمل كل ده أستنى خمس دقائق عشر دقائق ممكن أكرره تاني لحد ما يقف الدم لحد بقى ما أقدر أروح للدكتور يعني ده ما يسبب ليش أي توطر يا دكتور أن أنا في أول خمس دقائق يعني فيه ناس بعد أول دقيقة بيبتدي يحصل لهم نوع من الهلع أنا الدم مش عاوز يقف مش عارف أتصرف إزاي ففكرة أن الحالك بتطمنه النهاردة يعني أننا نواقف الدم أو ممكن ياخد معنا تقريبا من خمس دقائق لربع ساعة نحن بنواقف فيها الدم بطرق المختلفة حالك قلتها بالزبط وهو كمية أنا بس برضو أحب ده يعني أنا بدأ دايما على الأطفال لأن ده اللي الأمهات بتشوفوا بيحصلها الخوف المرضي ما فيش أي قلق من موضوع الدم في الأطفال بنسبة تسعة سعين تسعة من عشر في المئة ما فيش أي مشكلة خاصة وعمره ما هيعمل آنيميا وعمره ما هيعمل نزيف ويهي في كمية الدم ما بتبقاش بالصورة اللي هي الأمه ممكن تتخانل الولد ده بقى نزف وخلاص وحيتصفه والكلام الكبير اللي بيتقال ده هو التعامل معاه كده الحد ما بقولهاش ما تروحش للدكتور بس يدبقاش في نص الليل أو في أي وقت تروح برضو عادي للدكتور بعد ما الأمور تهدى وتبقى فاهمة إزاي تتعامل معاه وحسب العلاج اللي بيديه للدكتور طب ده في الأطفال اللي كان في الكبار بقى جاي دم بقى دم دم والديني عمالة طنبو الدم كده طبعا ده بيبقى الترق اللي احنا قلناها دي ما بتصلحش كتير جدا لكن احنا على الأقل على الأقل برضو بنعمل نفس الحكاية ان احنا بنستخدم بس ما نستخدمش نقط للأنف النقط للأنف برضو بترفع الضغط فلو العين ده أصلا كان ضغطه عالي فأنا هزوده المشكلة ولكن على الأقل اننا طبعا لو بياخد عليك ضغط وكان نسيه ياخده يعني ما عندهاش دلوقتي جاهز ضغط في البيت تعمل ايه والدها او والدتها عملت نزل دم لو هي كانت بتاخد عليك ضغط تاخد عليك ضغط تاخده وحاول ان هي تقفل الأنف بقدر الإمكان وبرضو القدام مش الورا وان هي برضو بتستعمل تلج إلى حين بقى دي طبعا بتبقى إلى حد ما طوارق شوية ولازم تتجه للمستشفى او لليستقبال حتى لو هي في نص الليل ما فيش دكتور أنف وأذن ممكن يحل المشكلة لا تروح لليستقبال في أي مستشفى من المستشفى الخاصة أو الجامعية بحيث ان هم بس يعملوله حشو ودكتور الاستقبال برضو مش هيعرف يتعامل مع الحالة غير ان يسل العين ده الضغط ولو الضغط ده عالي مثلا هتديله حاجات تنزل الضغط ويقفل مناخيره بأي حشو أنفي ايه الحشو الأنفي فيه حشو يدلوقتي حشو جاهز بنحطه في الأنف بيضغط على الأنف بحيث ما ينزلش دم هو بيعمل كده لمجرد ان بس يجي دكتور الأنف وأذن ويحدد المشكلة فيه تمام يعني بس ده دكتور ما بيخليش الدم يرتجع تاني زي اللي بيرجع رأسه الورا يعني حشو الأنفي ده مش زيه زي كأن يرجع رأسه الورا لا خالص هو بيقفل الأنف ما بيديش فرصة لأي شعارات دموية من أول هنا الحدي هنا بتفرع هو هو بيعمل زي مثلا قفلها زي مكانة صغيرة مع وجود الدم بيتمدد كده بيعمل ضغط داخلي وقفل المنجرة الأنف من قدام ومن وراء بحيث إنه ما ينزلش دم كل ده إلى حين بس إن الدكتور الأنف بقى ييجي الصبح ييجي بعدها بساعتين إنه هو يشيل الحشو يبتدي يدور على مصدر الدم تمام خلينا دكتور نتكلم عن طرق التشخيص يعني الحقيقة ده ده حاجة مهمة جدا فكرة إن أنا أشخص الحالة اللي قدامي دي من أهم الحاجات وممكن يكون فيه كتير يعني راحه ولكذا دكتور ومعرفش يشخص الحالة حضرتك تقولنا إيه عن طرق تشخيص الحالة خاصة في النزيف الأنفي هو طبعا الأمور بالنسبة للأنفي إلى حد ما وبالنسبة للدنيا اتطورت جدا التشخيص النهاردة بيبقى من أول جلسة بنقدر نعرف معظم المشاكل يعني أول مثلا طبعا برضو أرجع أقول لحضرتك إحنا بنقسم أطفال وكبار لما بيجي الأطفال إحنا ببساطة بنبص على الطفل ده بالكشف العادي وطبعا دلوقتي المناظير المناظير الأنفية دي بتخليني بتديني صورة كاملة مكبرة واضحة عن كل مجاهل الأنف من جوة وعن كل شعارات الدموية والمناطق الديا وإيه السبب وبشوف منطقة النزيف في الأطفال بوضوح وممكن أصورها يعني الموضوع بقى سهل جدا فالأمور بيت أسهل بوجود المناظير الطبية ومناظير الأنف الحديثة دي وكلام ده بيتم في العيادة والعيان قدامك أنت لا بتديله بنج ولا أي حاجة خالص فبتبتدي تبص بتعرف بقى مصدرها إيه وبتعرف كويس قوي نيجي بقى للمجموعة الثانية اللي هي أصعب شوية اللي هو الكبار جاي لك واحد عنده 70 سنة 80 سنة وعمال ينزف من كل ناحية أنت لا عارف تبص بمنظار ولا عارف تشوف أي حاجة ولا أي حاجة طبعا أنت برضو بتتعامل معاه أنك أنت بعد ما زي ما قلنا أننا نحن بنيسو الضغط وبنعرف إذا ما كانش سبب الضغط نبتدي ندور على الأسباب الأخرى أننا نحاول نعمله حش وبنديله شوية علاجات إلى حين أن الدم يوقف ونبتدي بنعمله بقى فحص بالمنظار طبعا ده ما بيقى الشعارات دموين بخش أنا بالمنظار بقى بعمل جولة جوه الأنف كده بشوف الأنف بشوف الغضاريف الأنفية بشوف الحجز الأنفي بشوف الجيوب الأنفية المنطقة كلها بستكشفها وبشوف هل في فعلا مصدر للدم هل في شريان منفجر هل في ورم هل 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 كل ده بيبنلي ده في الخطوة الأولينية لو وضحت الصورة يبقى إحنا عرفنا السبب ما وضحتش الصورة الخطوة اللي بعد كده بالنسبة للكبار مش في الأطفال أننا بخلي العيان ده يعمل أشعة مقطعية هل في بقى ورم حميد هل في ورم خبيس هل في فطريات في الأنف هل في مشكلة طبعا الأشعات المقطعية دلوقتي وبالصبغة بتبين اللي بتديني الصورة كاملة وعندي أكتر منها عندي طبعا الأشعات الرنين المغناطيسي للمناطق دي كلها بتكشف لي بالضبط إيه المشكلة جاية فين إذا الكشف العادي وبعدين المنظار وبعدين الأشعة المقطعية وعندي الأشعة الرنين كل ده بيديني تصور لإيه المشكلة هل هو شريان هل هو ورم هل هو التهاب وعلى أساسه بناخد الخطوة يعني فكرة التشخيص أثناء النزيف دي فكرة حضرتك مش بتحبزها وما بتمفعش يعني ما تبينش المريض عنده إيه لازم النزيف يقف والمنخير تهدى وشعرات الدموية وبعدين بيتم التشخيص بأي طريقة منحرك ذكرتها طيب خلينا دكتور نتكلم عن طرق العلاج يعني أكيد كل حالة لها طريقة علاج مختلفة حضرتك تقول لنا إيه عن طرق العلاج بردو نرجع للأطفال وللكبار في الأطفال عادة بالنسبة أكتر من 99% الموضوع بينتهي بالعلاجات بمعنى إن احنا بندي حاجة للأطفال ده إنها تعمل تقاوي شعارات الدموية حاجة تقلل احتقان منطقة الأنف يعني بالبلد كده أدوية البرد مثلا أدوية البرد دي بتخلي المنطقة المحتقنة دي ومحمرة جدا بتبقى الأمور بتبقى أهدف ببتدت شعارات الدموية دي تقل الحاجات الموضوعية أنا زي ما قلت لحضرتك هو معظم الأطفال بيبقى في المنطقة الأمامية من الحاجز الأنف طيب أنا ممكن أحط مراهم ممكن أحط نوقط ممكن أحط دهانات ممكن أعمل حاجات موضوعية مع الأدوية اللي هي بتقلل الاحتقان مع الأدوية اللي بتعمل الشعارات الدموية بنسبة 99% يعني نادرا ما بنعمل أي تدخل في الأطفال طيب هذا الإسلوب فشل العيان أخذ ده كله طيب العيني اللي أم تيجي تقولي إيه إحنا أخذنا العلاج والدم وقف ثلاثة شهور رجع تاني آه أوكي ماشي لو هو كل ثلاث شهور كل أربعة شهور ارجعك يعيدي العلاج ما إيه المشكلة ما كل فترة هو العلاج اللي إحنا بنديه ده مش علاج دائم ده علاج بتاخده بيتحسن العيان لكن المشكلة مثلا عنده حساسية إنه الولد بيلعب إنه بيجري إنه في الحر الكلام ده كله جميل قوي هيرجع تاني يخذي العلاج إمتى بقى إن أنا أقولها لأ لازم الولد ده عمله بقى عملية بسورة أو بأخرى إنه هو بياخد العلاج الدم بيقف بعدها بيومين بيرجع تاني جربت مرة واثنين وثلاثة ما فيش فايدة يبقى بنبتدي إحنا بقى التفل ده بنعمل تدخل بقى بنيجا ليه شعارات الدموية دي المنطقة الواضحة اللي في المنطقة الأمامية من الحجز الأنفي بنبتدي نعملها نوع من أنواع الكوي طيب الكوي ده نوعين فيه نوع اللي هو الكوي الكيميائي بمادة كوية زي نطرات الفضة وده عادة بيبقى من غير بنج يعني هو العيان قاعد بس الأم بتمسكه وإحنا بنقعد نحاول نحرق بالمادة الكوية اللي هي النطرات الفضة المناطق اللي بتجيب دم وساعات بتستجيب طيب ما استجبتش نخش اللي بعد لأ الطفل ده بنعمله بنجي له بنجي كل بنجي كل أنا مش هينفع أكوي بجهاز كتري أو جهاز كاي بالبلد كاي بالنار يعني ده كاي حراري فأبتدي ألقط ده كله وهو واخد بنج أبتدي ألقط اللي هي شعارات الدموية اللي بتجيب دم تمام فده ده ساعتها بنحل مشكلة الأطفال فإلى حد ما بس إحنا ما بنا نلجعش بصراحة لكوي في الأطفال سواء كيميائي أو حراري في الأطفال إلا نادرا لأن نسبة الاستجابة عالية جدا جدا وده شيء متوقع وما فيش أي خوف ولا ألم وبعد ما يوصل يا دكتور لسن 16 مثلا ممكن النزيف لوحده يتوقف يكون خلاص بقى الشعارات الدموية بتادت هو أصلا ما بيقعدش حتى لسن 16 هو بيقف قبل كده بكتير قوي 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 يعني عشان كده بقول لحضراتك احنا ما بنحاول ما بنتدخلش قوي في الأطفال غير بالعلاجات مشكلتنا في الناس الكبيرة الناس الكبيرة طبعا هي دي بقى المشكلة لو عشان بس ما أخدش من وقت الحلقة لأن الموضوع ده كبير قوي في أن احنا زي نتعامل مع الكبار لكن طبعا لو نمر واحد المشكلة الضغط يبقى أنا كل أنا بعمله له إيه إن أنا بدي له علاجات تقوي الشعارات الدموية إلى حين إنه يزبط الضغط وفهمه إن كل ما أنت تهمل في علاجة الضغط أو ضغطك يعلى حيرجع تاني وفهم الأهل الموضوع ما ليوش دعو ولا بدكتور الأنفو أزن ولا بدكتور البطن أنت في إيدك عاوز الدم ده ما تشوفهوش والرعب اللي حصل لك ده ما يجي لكش حضرتك التزم بعلاجة الضغط وملحوظات دكتور البطن خلصت الحدوث دي دخلنا بقى في المرحلة التانية لا الضغط العيان بقى له أسبوعين سليم وبرضو مازال كل شوية يجيب دم يجيب دم وأنا بدأت نخش بقى بالمنظار بالمنظار ساعات بيكون أن ناتج عن الضغط برضو أن شريان من الشرايين عالي قوي 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 وامفجر وإحنا مش عارفين نوقفه والدم ما بيقفش ساعاتها احنا بقى بنتدخل حسب السبب بنتدخل بقى دلوقتي طبعا الحالات دي لازم العين ياخد بنجا كولي لأنها ما هيش بر الشرايين دي بتبقى جوة شوية فنديلوا بنجا كولي نخش بالمنظار ندور بقى على شريان شريان من اللي هما فرقعوا أو اللي هما حصل لهم انفجار من الضغط العالي أو من غير الضغط العالي نبتدي نلحمه ونكوي ده أحد الحلول طب دخلنا لقينا أن فيه ورام حميد اللي هو الأورام الدموية هيموراجيك تيومرز يعني أورام دموية الأورام دي بتبقى بالبلد دي كده نتجع عن تجمعات دموية جوة الأنف فدي بقى لا ماينفعش هكويها دي احنا بنترى بالمنظار نشيل هذا الورام بمنطقة نقول عليها يعني بحزام أمان كده نشيلها بالمنطقة بتاعتها وبنكويه تماما تماما لأنه ده مش هيقف يعني الورام الحميد ده ما بيقفش ده قنبلة موقوتها في أي لحظة حينفجر ممكن العين فعلا فعلا يفقد حياته لو سبناه فده لازم طبعا نشيله وبنشيله بنحلله وبنتأكد طبعا بس مش بنشيله احنا بنشيله وبنكوي كل الشرايين المغزية للورام الحميد ده عشان ما يرجعش تاني الحاجة التانية طبعا لقينا ورام لقد الله خبيس وده بنشوفه كتير جدا يعني الناس مش بنشوفهم تخيله أن الأنف دي ممكن تشوف فيها أورام سرطانية لا دي أورام أكتر مما حدقت تتخيلي احنا بنشوف الحالات دي كتير جدا والأورام السرطانية ساعات ما بتديش أي مؤشر يعني تبقى لسه في بدايتها سواء طبعا هي أنا مش بتكلم عن الأنف بس ده أنا بتكلم عن الأنف وعلى مناطق الجيوب الأنفية أن الورام ده لسه في بدايته لكنه هو بيبتدي يجبر يبتدي يجيب دم لأ طبعا دي ساعتها بنتعامل معاه برضو دلوقتي عاملات المناظير خلت كان زمان العيان اللي عنده أي ورام في الأنف أو في مناطقة الجيوب الأنفية احنا بنشوه كلنا المريض تماما عشان نشيل الورام لأ دلوقتي طبعا بالمنظر احنا بنخش بنخش جوه الجيوب هنا وهنا وبنوصل لقاع الجمجمة وبننظف الورام وبنكويه وبنتابعه كل ده بالمناظير من غير ما نعمل أي تغيير في شكل العيان مهما كانت خطورة الورام ده نادرا طبعا ما بنضطر أن احنا نفتح أي حاجة من بره وش العيان لكن احنا بالمناظير بنقدر نوصل ونوصل للجدر كمان بتاع الورام ده نقطة أخيرة بس هي أن احنا ساعات بنلاقي الدم لأن العيان ده عنده تهتك في الأنسجة كلها كل الأنسجة هو ما عندهش مزل الدم لكن سور يعني بينزل وبيخر من كل ناحية طب ده بنعمله إيه بنيجي طبعا الأنف دي ربنا مغزيها بمئات وبألاف من الشعارات الدموية ومن الشرعين لكن بنيجي على شريان رئيسي اللي بيغزي المنطقة اللي بتدي الحاجز الأنف اللي بيسقط ده بنيجي على الشريان الرئيسي ده وبنحط عليك اللبس كده بنقفله ده بيقلل تضخ دم في منطقة الأنف وده ما بيأثرش لا على وظيفة الأنف ولا على كفاءة التنفس ولا على الأغشية المخاطرية ولا بيدي المريض نفس ولا بيدي المريض خالص ده لو إحنا وصلنا بالبلد دي كده مش عارفين المصدر بس هي نز نزل لكن هو مش شريان واحد هو آلاف طبعا هحرق من مناخيره فبنيجي على الشريان ده وبيجيب نتائج برضه ممتازة وكل ده بالمناظير من غير ما نعمل أي مشكلة في العين حيا دكتور يعني موضوع مهم جدا وحضرتك بسطته لنا وشرحت لنا شرح وافي بجد بشكر حرارك على وجودك معنا النهاردة كان معنا النهاردة دكتور أيسر بساري استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والبرد الأوروبي لعلاج الشخير والترابات النوم بإيطاليا ودي كانت نهاية حلقتنا استنونا في حلقات تانية من صحتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة